اهلا بكم مشاهدين الى هذا الموعد الاري والبداية بشأن الصحي وبشأن الكري هذا المرض الصامت والذي اضحى يهدد صحة الكبار كما الصغار في تونس وحتى في العالم في مسعى للحد من مخاطره نظم المعهد الوطني للتغذية بالتعاون مع الجمعية التونسية للسكري والتغذية يوما مفتوحا بالمعهد لتقصي السكري يأتي ذلك في اطار اليوم العالمي ويوافق الرابع عشر من نوفمبر من كل سنة يهدف المنظمون الى مزيد توعية التونسين باهمية الكشف المبكر لهذا المرض الذي تزداد نسب الاصابة به في تونس في السنوات الاخيرة فخمس عشرة بالمئة من الاشخاص الذين تتجاوز اعمارهم خمس عشرة سنة مصابون بالسكري وثلثة المعهدين لا يتعطون نشاطا بدنيا يوم مفتوح تحت شعار نشاط بدني للوقاية من السكر ومضاعفاته قدم خلاله المختصون النصائح ضمن ورشات تثقيفية للمشاركين وحركة نياضية لمساعدتهم على اكتساب سلوك غذائي وبدني سليم يقيهم الاصابة من الامراض المزمنة هذه الحملة التحسيسية نحاول نشوف لأي انسان محلولة أيام مفتوحة نهار مفتوح أي انسان يحب يحل السكر يحب قيس ضغط الدم يشوف اندرا وزنه مناسب القامة متاع والله يحب ياخذ فكرة على التغذية السليمة يقوم بحركات حتى رحنا زادا نشجع على نشاط البدني هذا الكل مرحبا بهم الكل هذين قاعدين نقوم بيه والغاية من هذا اليوم هو التحسيس لهذا المرض اللي هو مرض وقل الإنسان ما تصيرش كشف انتاعه يعطي مضاعفات سواء مضاعفات حادة ولا مضاعفات مزمنة بيئيا وتزامنا مع الاحترام يوم غيرا بالنسبة للشجرة والشعار جميعا من أجل تونس الغرب تعمل دائرة الغابات بمندوبية الفلاحة بيقابس على تخصيص أنواع من الأشجار لتوزيعها على المؤسسات حفاظا على بيئة نظيفة وخضراء يكتس التشجير أهمية ثابتة بجهة جابس بالنظر للإشكاليات البيئية العديدة التي تعيشها هذه الولاية دائرة الغابات بمندوبية الفلاحة بيقابس تحرص سنويا على إنتاج عدد كبير من المشاتل المختلفة لتوزيعها في العيد الوطني للشجرة على المؤسسات والخواصة ولإنجاز برامج التشجير التي تعدها سيتم تخصيص سوى 200 ألف شتلة ستوزع مجانا معناها للأشخاص العديدين والمؤسسات والبلديين العناية بالمشاتل التي تتم غراستها تبقى من المسائل المتأكدة للنجاح في مجهود التشجير وتحسين الوضع البيئي بجهة جابس الكثير من المدن في العالم تستثمر فيما يسمى الفلاحة الحضارية عندنا التراث هذا في جابس عندنا الواحة المتاخمة للمدينة والتناغم التاريخي موجود ونحافظ على التراث هذا ولابد من الموازنة وغراس الأشجار معناتها للتعديل ومقاومة للتغير المناخي ولكن غراس الأشجار تطرح العديد من الأشكاليات التي أهمها ندرة المياه والمشكلة التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة شهدت ولاية جابس تقلصا ملحوظا في عدد الأيام الممترة ظاهرة أثرت سلبا على مجهود التشجير بالجهة التربية البيئية قد تكون مستقبلا من بين المواد التي نظمت الجمعية التونسية لقانون البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة استشارة وطنية حول التربية البيئية بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البداغوجي شارك فيها خبراء وهيكل عمومية ومنظمات التعاون الدولي ومكونات المجتمع المدني من أجل الخروج بدليل أولي يواجه لوزارة التربية لاعتماده في البرامج التعليمية مستقبلا من أجل إدراج مادة التربية البيئية ضمن المناهج التعليمية تنظم الجمعية التونسية لقانون البيئة بالتعاون مع وزارة التربية هذه الاستشارة الوطنية حول التربية البيئية استشارة تأتي بعد إمضاء طرفين ميثاق شراكة وتعاون في الرابع من أوت المنقذي الاستشارة هذية قلنا الهدف منها هو دليل دليل أول لهذية من بعدك بشي توجه لوزارة التربية في مستوى التكوين البداغوجي هما اللي بش يتمتعوا بالمحتويات والتوصيات الموجودة في الدليل هذي وهما بعدك بش يحاولوا يترجموها من خلال برامج يكون معناها متلائم مع المرحلة العمورية ولا مع المستوى الدراسي اللي تتوجه له المادة هذي استشارة على مادة ثلاثة أريهين بالمركز الدولي لتكوين المكونين وتجديد البداغوجي شارك فيها خبراء وهيكل عمومية ومنظامات التعاون الدولي ومكونات المجتمع المدني من أجل إثراء الحوار والاستفادة من تجارب المقارنة إن شاء الله الاستشارة تكون عندها توصيات هامة نخرج بها خاصة أنه اليوم رأوا العالم الكل قاعد يشهد المشكلة هذية والعالم الكل قاعد يعيش على الواقع البيئي أنا اليوم نكون عنا دوء على أقل كمنظمات مجتمع مدني في أنه نرتقي شوية بالجانب البيئي في تونس وما نستنوش الكارثة اللي تجينا هذي برميلة بريفنسيون الحاجات اللي يجبنا نستعدو لها هنسيدل هي عنا بمكتب إقليمي في تونس ينشط في الجزائر وليبيا وتونس ننشط في كل مجالات عندها علاقة بدولة القانون والتنمية وبالنسبة للمؤسسة البيئة وكل ما يتعلق بالمشاكل البيئية هو مجال جديد قاعدين نحاول نخدم فيه قاعدين نحاول ننشطه قاعدين نحاول نلقاه الشركاء ونحن نريد كمؤسسة نحاول أن نخلق مشاريع في المجال هذا استشارة الوطنية من أجل ترسيخ التربية البيئية وخلق ناشئة واعية ومؤمنة بأهمية الحفاظ على البيئة باعتبار أن البيئية تؤثر أكبر التحديات المطروحة على صعيدين الوطني والدولي اقتصاديا الآن وإلى قسر المعارض بالساحل الذي فتح أبوابه أمام زائره لمواكبة فعاليات وعرض الأثاث والأثاث هو قاعدة تجاري قد يسهم في إعادة تحريك العجل الاقتصاد بالجهة بعد فترة من الركود وأيضا لاكتشاف آخر التحديثات على مستوى عالم الدكار ويتواصل هذا المعارض حتى الخامس عشر من هذا الشهر بمشاركة أكثر من خمسين عارضا من مختلف المنتجات من أثاث ومفروشات انطلقت فعاليات معرض الأثاث والتأثيث الذي يحتضنه قسر المعارض بالساحل المونستير أثاث حمل الكثير من الابتكار والتجديد من خلال التصاميم والألوان كنا عبيت أنواع سمى شكوني عنده مقدر شرية معينة حبسة يناسبه هو سمى أنواع سمى مناسبة بطبيعة حتى الظروف خاصة وكل شيء بعد الكورونا عملنا سمى مناسبة برشا عملنا تخفيض يصر حتى الـ 50% بالنسبة للمدالات موجودين كل شيء كسسوا في البيت الفطور الإصالان سيجور بيوت نوم بيوت صغار موجود عندنا كل شيء عملنا تخفيضات 30% بروموسيان باش الناس تقدر تشريه وتتوفر للناس المقدورة الشرائية متاعهم نمط كلاسيكي أكثر حاجة أما كلاسيكي ونواكبول معناها الموذة معناها لوحة لطبيعته زينته في لوحة القطعة كما ترى هنا بيت نوم ولا بيت فطور زينتها في لوحة معرض معتجيكم بحلة جديدة نخبة من أرقى المصنعي الأثاث من كامل الولايات المشهورة بالصناعة الأثاث حطينا على ذمتكم خبرات كبيرة ياسر بمنتوجات مزيانة برشا في الموديرن ولا في الكلاسيك مختلف الأذواق وبالأسوام جد مناسبة وفي متناول جميع الزائرين الزائرون من فضاء لآخر يبحثون عن معادلة الجودة والأسعار التفاضلية أنا والله جيت من شوف صالة وبالفتور كنت لحها اليوم شوية ني ينقصوا لك شي جيت من قفصة باش نقصوا في الواقع أنا كل عام نجي للمعارض هذه لكن كل عام تلقى تحسن أكثر وتلقى دي شواء أكثر وتلقى منها دي بروموسيون خير الوقت الحاضر تولي في المعارض هذه عجبتني سرعي ياسر منها أشياء سمحي ياسر إذا كان القيناة صالة من القاوة بيت النوم ما تفهم شوية طالع السوم طالع شوية تصاميم بين الكلاسيكي والحديث حارس العارضون والحرفيون على توفير أجود خاماتها من خشب وأقمشة وجلود تلبية لرغبة الحرفاء الذين انخفضت أعدادهم بسبب أزمة اقتصادية القت بذلالها على قدرة المواطن الشرائية أحيل ملف الإدارة الجهوية الأداءات بسوسة على أنظار نيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وتمفتح بحث تحقيقي يتعلق بشبهات فساد ضريبي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره مخالفا للتراتيب بالتالي تم تعهيد الباحث الابتدائي بالفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتونس التي قامت بالأبحاث الأولية المعمقة من سماعات والسنطقات ومكافحات قانونية وأعمال استقرائية ومن ثم تأيحالة الملف على النيابة العمومية التي بعد تفاح بعد دراسة المعمقة أذنت بفتح بحث تحقيقي عود به إلى السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة لاستكمال الأبحاث وكشف الحقائق وإجراء العمال الاستقرائية اللازمة قانوننا ومن ثم تأزدار البطاقات القضائية حرصا على إعادة إدماج السجين في محيطه بعد قضاء فترة عقوبته وراء القذبان تم بالسجن المدني بسلينا بمشركة الإدارات والهيكل الجهوية تنظيم يوم مفتوح للتعرف بالورشات والأنشطة الخاصة بالمدعين بفضاء التهيل والتكوين بالسجن ونظر من خلال هذا اليوم في إمكانية تمويل بعض المشاريع لفائدتهم بعد انقضاء فترة العقوبة الأمر الذي يسهل إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية فحيقت الأمر ما زال حديث العهد افتتحت بيدار الثقافة بالمهدية فعاليات أيام قرتاج السينمائية وسط أجواء تنشيطية تغى عليها الطبع التقليدي بحضور الدلم من الممثلين وصناع الصورة الأجواء التنشيطية انطلقت فعالية افتتح اليوم قتاج السينمائية بالمهدية في دورتها الثانية أجواء مزجت فن والتكوين وحاولت المخزون الحضري وقروا به الجهة الافتتاح اليوم حابنا يكون مهدوي بامتيار عرض الافتتاح إن شاء الله مش يكون مهد للفنان أيمن بخريس من أقص المكرمين إن شاء الله مش يكونوا بردوية اليوم على الركح المهدية كما تعجب الفنانين تعجب التقنيين الصوت والصورة والديكور فما أغلب العرض المتوجة مش تكون موجودة في الثالث أربع يام اللي هي من 11 إلى 14 القرية الحرافية بالمهدية كانت النقطة الأولى لاستقبال ضيوف المارجان الذين تنقلوا على متن عربات مجرورة بالخيل في اتجاه دار الثقافة مرورا باستجاد الأحمر وسط حفوة الجمهور بالنسبة لنا أهم من حضور في المركزي خاطر ريزم الثقافة والفن يمشي للعمق يمشي للجهات يمشي للجمهور الأحلوة تحس المهدية اليوم عرص والله والفرحة اللي في وجوه الوليدات الصغار اللي هم الجيل اللي حشدنا به ويعني فرحة لا توصف فكرة حلوة يأسر تحت الشعار لنحتفي بالمسرح تتواصل على مدى ثلاثة يام من 12 وقت جاري إلى غاية 14 من نفس الشهر الدورة الرابعة المهرجان الوطني المونولوغ بالمركب الثقافي بباجا من خلال تقديم سلسلة من العروض المسرحية المتنوعة إلى جانب الورشات التكوينية في فن المونولوغ وفن الممثل دورة من تنظيم من المندوبية الجهوية للثقافة بباجا كمع جمعية تانيت للإبداع المسرحي وجمعية فاقا للثقافة والترفيه والمهرجانات والمركب الثقافي بباجا هو التعارف والعلاقات التي يعملهم ليجان والشباب على انتداد ثلاثة يام واربعين من الجهة كل والتعارف وتبادل الخبرات والتجارب المسرحية وخصصا من الورشات من العروض وخصصا في المونولوغ التوحد والبطالة والهجرة غير النظامية وغيرها مثلت أهم المواضيع التي تنظيمها العروض المسرحية من قبل مواهب شبابية صاعدة مواهب وجدت في الفن الرابع عموما وفن المونولوغ بالخصوص أداة للتعبير عن هواجسها بكل حرية بعيدة لأشكال القيود التي يواجهونها في المواضيع اليومية متعطشين عامين تواكي ما تشوف انت كورونا يعني كيفاش ما عاش فهم لا تظاهر الثقافية لا مهرجانات دوكوكي رجعت الواحدة متعطشين اخترنا ان انسلطوا الضوء على المرض هذا اللي هو تجهل بعض العبيد نميها تجهلوا ما نعرفوش ما المرضى هذيك كيفاش نتعامل معاه وحكينا في العرض على هذه المعاناة الكل نوصلها انه احنا شامال افريقيا البطالين في شامال افريقيا في قعد دول شامال افريقيا نهانيوا نفس المشاكل وعدنا نفس الوقافة وعدنا نفس اللغة عليش فما حدود رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المهرجان على اهمية عقادي مثل هذه الدورة بعد غياب سنتين جراء جائحة كورونا رغم تواضع الامكانيات المتوفرة للنشاط الثقافي بالجهات الداخلية فرح اكثر الحمد لله فما مسؤولين ثانين الركبة ويحاولوا قد نستطع انهم يقدموا بمهرجاناتهم ويقدموا باشياء تحرمنا منها تقريبا تواعامين ولا ثلاثة سنين هذي ما يتحسب كان حاجات ايجابية لنا الناس الكل اللي نعملوا في المسرح ولا نعملوا في الفنون الدورة الرابعة للمهرجان الوطني المونولوج ببهجة هي واحدة من سلسلة من التظاهرات والانشطة الفنية المتنوعة التي انتظمت خلال هذه الفترة بالجهة حيث اعطت زخما لساحة ثقافية متعة تشارمت بهذه العروض والتظاهرات عودة الى سليان وكما ذكرنا منذ قليل حرصا على اعادة المدني بسليان بالجهة الإدارات والهيكة الجهوية تنظيم يوم مفتوح للتعرف بالوراشات وخاصة بالمدعين بفضاء التأهيل والتكوين بالسجن ونظر من خلال هذا اليوم في امكانية تمويل بعض المشاريع لفائدتهم بعد انقضاء فترة العقوبة الامر الذي يسهل اعادة ادماجهم في الحياة الاجتماعية في حقيقة لما ما زال حال عهد فضاء التهيل والتكوين نقص في المكونين والاتجاه العامة للسجن والإدارة الجهوية والسولة الجهوية مشير انه مش نوفر مكونين لتفعيل هذه الوراشات اذن بهذا نصل مشاهدنا الى ختام هذا الموعد الاخباري شكرا على متابعته والى اللقاء اشتركوا في القناة